الحاجة الثانية يا خنزار أنا بصلي النهاردة أن تكون لنا رسالة لطرفي هذه العملية طرفاء العملية مضطهد ومضطهدا فأنا بكلم المضطهد وبكلم المضطهد فالفكرة اللي هقولها دلوقتي بسرعة للمضطهد أقول له ما تخافش للمضطهد بالفتحة المضطهد بالفتحة المفعول به لماذا ما تخافش لأن هذه العملية هي عطية من الله في فليبي 1.29 بيقول لأنه وهب لكم وهب عطية وموهبة لا أن تؤمنوا به فقط بل أيضا أن تتألموا من أجله إذن الاضطهاد عطية تساوي عطية الإيمان وهب لكم لا أن تؤمنوا به فقط بل أيضا أن تتألموا من أجله الكلمة اللي هقولها للمضطهد الفاعل المرفوع بالضمة أيوة في كسرة تحت هذا المضطهد أنت لا تعلم أنك تنفذ خطة شيطانية مكتوبة عنها في يحنى عشرة عشرة السارق إشارة للشيطان لا يأتي إلا ليسرق ويذبح ويهلك أما أنا رب يسوع بيقول أما أنا فقد جئت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل فالمضطهد هو بينفذ خطة شيطانية الشيطان حطها في الأول أنه يسرق ويذبح ويهلق المضطهد لا دي موهبة الرب ادها لك وخلينا أقول لك تشبيه بسريع يا أخي نزار بعد إذنك للمضطهد المفعول به كلنا عارفين الطبيعة الفيزيكس أو الفيزياء الفحم الأسود اللي بيكون مليان غبار أسود ويكون هش هذا الفحم تحت الضغط والحرارة نفس الفحمة تحت الضغط والحرارة تتحول إلى ألماز أو قطعة من ألماز هو ده عملية الاضطهاد عشان كده ليه هي عطية للمضطهد عطية للمضطهد لأنها بتحول هشاشته بتحول ضعفه بتحول السواد لبعض نقاط الضحف في حياتنا عملية الاضطهاد دي ربنا بيستخدمها علشان يطلع وينقي ويصحر بالضبط كده أمين أمين موسيقى اشتركوا في القناة